اشتركوا في القناة وطبعا الانتقال هذا رح يكون الساعة 6 و 8 دقائق من صباح يوم الأربعة 16-11 ورح يظل القمر موجود في برج القاوس لغاية صباح يوم 10-12 يعني الساعة 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج خلال الفترة المذكورة رح يطرأ تحسن على مظهركم خصوصا مظهر موليد برج القاوس ورح يشعروا بقوة العاطفة وانجذاب أفراد الجنس الآخر لا إلهم بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج الناري الأخرى مثل الحمل والأسد والهوائية أيضا مثل الجوزاء والميزان والدلو وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة في ساعة ولاده في برج القاوس يعني اللي انولد وكان يوم ميلاده على الخارطة الفلكية الزهرة موجودة بالقاوس هذولا من الأشخاص برضو اللي رح يكونوا أكثر المستفيدين وعادة اللي بنولد وتكون الزهرة موجودة في برج القاوس هذولا أشخاص بتبرز عندهم قوة رومانسية بشكل هائل جدا كمان تأتي عندهم العاطفة بشكل عفوي يعني ما بكونوا مخططين للأمور العاطفية فجأة ما بتلاقي إلا هو دخل بعلاقة أو دخل بالحب لأنه شفافيته عالية ورومانسيته عالية فأي موقف عادي بنجذب لأله طيب بالنسبة للزهرة معروفة إنها هي السعد الأصغر ولما بتدخل على برج لابد إلا تمنحه إيجابيات وتمنحه أشياء تكون لمصلحته وتعطيه أشياء ما كان يتخيلها بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا الشمس موجودة في بيت متاعبهم في العقرب وكل الكواكب تقريبا نقدر نحكي الأساسية اللي هو عطارد الزهرة بالفترة الماضية كانت موجودة في برج العقرب عشان هيك شعروا بضغط هائل جدا تعطلت كثير انتهت علاقات عاطفية دخلوا بمشاكل عاطفية أيضا فقدوا كثير من معارفهم أنه علاقاتهم مع بعض الأشخاص بدأوا صفحة جديدة من حياتهم طبعا هذا بتأثير كل الكواكب الموجودة الشمس والكواكب الأخرى الآن بداية الخير بدأت لموليد برج القاوس مع وصول الزهرة لعندهم عشان هيك من الآن ببلشوا يشعروا ببعض الفوائد بعض الإيجابيات بعض الإنقاذ لكثير من الأشياء اللي خسروها بالفترة الماضية طيب إيش الأبراج الأخرى رح تستفيد من هذا الانتقال طبعا هو خير رح يعم على جميع الأبراج ولكن كل برج يختلف عن البرج الآخر بنوعية الفائد اللي رح يستفيد منها خلينا نوخذها بالترتيب على أساس أنه نشرح كل برج إيش أكثر الأشياء اللي رح يتركز عنده في أي الفترة وإيش أكثر الأشياء اللي رح يستفيد منها برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا يعتبر برج القاوس بالنسبة لهم البيت التاسع فعشان هيك الزهرة لما تدخل للبيت التاسع بمعناته بيت قوي جدا بالنسبة لهم بيستفيدوا في مجال الدراسة الجامعية في الدورات التعليمية تعلم لغة جديدة بمجالات السفر المواضيع القضائية السفر لبعيد أوراق هجرة ومعاملات هجرة عمليات الاستراد والتصدير وأيضا بالعاطفة فمنهم ممكن يوقع بعلاقة عاطفية من خلال سفره أو من خلال جامعة مثلا أو علاقة مع أحد الأجانب أجواء جيدة ودعمة لهم بقوة فعشان هيك هاي كل الأشياء اللي رح يستفيدوا منها فحاولوا أنك تركزوا عليها أيضا بالأمور الروحانية رح تستفيدوا بشكل كبير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التركيز كله رح يكون على الأمور المالية المشتركة فهاي الفترة بتفتح لكم مجالات لمكاسب بتيجي من تركة أو ميراث أو تعويض أو شراكة معينة وبرضو ممكن تحصلوا على قرض أو تنهو بعض الديون أو تجدوا بعض الحلول لبعض الالتزامات المالية أو تحلوا مسألة كانت العلاقة بالأمور المالية القديمة كانت مؤرقة بالنسبة لعلكم أو يكون لكم أموال مثلا دينين أشخاص فلوسوا مش يدرين يتحصلوها الفترة هاي بتحصلوها رح تفتح لكم مجالات ومكاسب مالية ممتازة بهاي الفترة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هاي الفترة من الفترات القوية لإلهم رغم إنه الزهرة بتكون مقابلهم إلا إنه هذا الكوكب الوحيد اللي إذا صار مقابلك بعطيك طاقة عالية جدا فالآن وجوده في برج القوس مقابلك تماما فهو بعزز شراكاتكم سواء في العاطفة أو بالعمل فالفترة القادمة رح نجد إنه كثير من موليد برج الجوزاء إما إنهم بيبدأوا شراكة عاطفية اللي هي مثل إتمام خطبة أو زفاف أو عقد قراءة أو تطوير علاقة عاطفية من حب لمرحلة الارتباط وكذلك أيضا ممتازها في مجال العمل إما عمل جديد أو بداية شراكة جديدة لبداية عمل جديد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا رح تفتح لهم أفق كبير في مجالات العمل وعلاقاتهم مع زملائهم وحتى على المستوى الصحي فخلال الفترة القادمة رح تعززوا العلاقة مع زملائكم وممكن بعض الزملاء يدعموكم بمسائل إلها علاقة بالعمل أو يدعمكم بتصويت أو تزكي لأجل عمل جديد وتتاح الفرصة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل إنهم يجدوا عمل جديد وهذا الشيء رح يعطيهم قوة كثقة وحضوة ودعم ولكن بعد موليد برج السرطان صحيح رح تساعدهم على الاستشفاء الذاتي وتجاوز بعض المتاعب الصحية ولكن بدهم يحذروا منه البدانة لأن الفترة القادمة يصير عندهم قابلية لزيادة الوزن بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الزهرة رح تكون موجودة في البيت الخامس اللي هو بيت العاطفة فهنا نعرف أنه رح يجتازوا موليد برج الأسد فترة فيها حظ قوي جدا وعاطف قوي جدا وماليا فرص ممتازة جدا ورح يستفيدوا أيضا النساء من الدخول أو الدخول في الحمل أو بعض النساء اللي عندهم مشاكل بالحمل في الفترة القادمة ممكن يصير عندهم حمل أيضا بتدل على فرحة لها علاقة بأحد الأبناء ممكن تفرح بخطبة بمناسبة بأي شيء لها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الأحبة ممكن تفرح لهم بشكل كبير العواطف جياشة والحضوذ قوية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا التركيز كله رح يصير على فوائد إلها علاقة في مجال العقارات ومجال السكن وتعزيز العلاقة والروابط العائلية بالفترة القادمة طبعا في من موليد برج العذرة ممكن يغيروا مكان إقامتهم أو يشتروا سكن جديد أو اللي بتاجروا بالعقارات إنهم يستفيدوا من بيع أو شراء العقارات بشكل مميز كثير من موليد برج العذرة ممكن يغيروا سكنهم ويسكنوا في بيت جديد أو يستأجروا بيت جديد أو حتى إنه يسدوا بعض الديون اللي تتعلق بالمساكن أو بالبيوت أو بالأثاث أو حتى بالصيانة ممكن صيانة وديكور أو تجديد وبرضو في مناسبة سعيدة لها علاقة بأفراد العائلة أو فرحة بتدخل بيتك وبتكون مقربة إلك بشكل كبير برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا أول المستفيدون هم الطلاب اللي على مقاعد الدراسة في المدارس اللي عندهم امتحانات أو عندهم أبحاث أو عندهم اللي هم مثل الثانوي والابتدائي هذولا رح يكونوا مميزين جدا إما بدراستهم أو باستيعابهم أو بامتحاناتهم وبرضو بتصير فرصة متاحة لاموليد برج الميزان وخصوصا للأشخاص اللي بيرغبوا بشراء سيارة أو حتى أجهزة إلكترونية فترة ممتازة للأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة المحلية اللي عندهم مثلا بوتيك أو بقالة أو بتاجروا على مستوى الدولة فهدولا رح يستفيدوا بشكل كبير اللي بيشتغلوا في مجال التسويق برضو رح يستفيدوا بشكل قوي وبإمكانكم بالفتر القادم انكم تعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران وبرضو اللي بيكون بينهم وبين إخوتهم مشاكل ممكن هاي الفترة تنتهي هاي المشاكل ويبدأوا بمصالحة قوية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا التركيز كله رح يكون على الأمور المالية الآن بما إنه دخلت الزهرة على بيت المال معناته تتاح الفرصة لمكاسب مالية المكاسب هاي تيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم انتهاء دين معين حل مسألة مالية مكاسب مالية عروض مالية مجازفات ومرابح مالية فرصة قوية جدا لتحصيل المكاسب وحلول الأمور المالية بالفترة القادمة فعشان هيك بدكوا تستغلوها لأنها فترة داعمة وبقوة برج القاوس بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا هم من أكثر المستفيدين لأنه الزهرة عندهم فهم من اللي رح يستفيدوا عاطفيا وماليا وفنيا وروحانيا أيضا عندهم طاقة عالية جدا رح تصير حتى مظهرهم رح يتغير اهتمامهم بشكلهم بلبسهم بهندامهم محبوبين جدا ومرغوبين من الجنس الآخر بشكل عالي جدا بإمكانهم أنهم يبدأوا علاقة أو يطوروا علاقة أو ممكن نصر عندهم خطبة زفاف ارتباط بالفترة القادمة أو تنحل بعض المشاكل اللي كان مستحيل أنها تنحل بالفترة الماضية ما بين المتخاصمين من برج القوس فممكن يصير مصالحات أو أنها ترجع علاقة عاطفية للساحة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا هنا موليد برج الجديد تتاح لهم الفرصة للتعامل مع مؤسسات كبيرة أو شركات كبيرة أو شركات دولية ممكن عمل جديد أو ترفيع ترقية أو برضو البدء بعلاقة غرامية خفية بعيد عن أعين الناس أو من وراء الكواليس فعشان هيك اللي عندها زوج من برج الجديد تحافظ عليه لأنه عادي يبدأ بعلاقة عاطفية بالفترة القادمة مش يعني غيره وشك بس أنه يحاولوا أنهم يحافظوا عليهم الأجواء جيدة ودعملها لهم بقوة وبرضو الفترة هاي بتفتح مجالات للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل في هاي المؤسسات حتى في مجال مطاعم مستشفيات سجون وحتى شركات الدولية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الفترة القادمة النشاط كله والفائدة رح تكون من النشاطات الاجتماعية ومعارفكم وعلاقاتكم فخلال الفترة القادمة ممكن تتعرفوا على أصدقاء جدد أو أشخاص أو علاقات جديدة تدخل حياتكم من معارف هذول الأشخاص رح يدعموكم أو رح يساعدوكم في حل بعض المسائل العالقة ومنكم أشخاص ممكن ينضموا لعضوية نادي أو جمعية تكون لها مستقبل مرموق أو يكون لك مستقبل فيها مرموق طبعا ادعمرك ونعالي جدا مناسبات كثيرة وأفراح كثيرة ومن خلالها رح تستفيد بشكل كبير برج الحود بالنسبة ل موليد برج الحود طبعا الآن بدأت مرأة اللي هي فترة الشهرة هنا موليد برج الحود كثير منهم بالفترة القادمة رح اللي خصوصا اللي بيشتغلوا في المجال الإعلامي أو السوشال ميديا هذولا ممكن ينشهروا أو يرتفعوا أو يرتفع مقامهم بين الناس برضو بتتركز الاستفادة على تدعيم مركزكم الاجتماعي وعلاقاتكم بطبقات مميزة بالفترة القادمة وممكن هم اللي يساعدوكم ببعض الحلول برضو سمعتكم بتصير بأوجهة وحتى إنه المديح والإطراء بصير إشي عادي بالنسبة للكم أهم شيء إنكوا تدفعوا بمصالحكم في مجال العمل بشكل قوي وتعززوا علاقاتكم مع المسؤولين لأنه ممكن تترفع أو تترقى أو تحصل على منصب هيك من كون انتهينا من أخبارنا الفلكية لانتقال الزهرة والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء يا رضى الله وحفظه يا رضى الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر